الكبير اللي أنا بدأت أتابعه فأنا حظي الجيد أن أنا قاعدت أتفرج مبارح على الحلقة فشفت ريمة مصطفى وأداءها على خشبة المصرح في مسلسل الكبير قوي الجزء الثالث إزايك يا ريمة؟ الحمد لله الحمد لله يا ريمة ريمة أنت عندك كم سنة؟ 8 سنين 8 وبدأت يتمثلي بقالك قد إيه؟ 3 سنين أنت بتمثلي من أنت عندك 5 يا ريمة؟ أه إزاي؟ وليلي؟ أنا كان حد يكلم ماما في التليفون وقال له إحنا عايزين ديما وكده وروحنا هناك كان فيلم كثير مع الأستاذ سنة محسن المخرج جميل كان بيتكلم عن الكنيسة والإرهاد ماشي كويس دي كانت أول مرة والخطة قطعة يعني تبدأ ريمة مشوارة أنا معك طبقا معي أهو يا بغتي ماشي يا ريمة وليلي ده كده أول فيلم اللي كان مع تامر محسن صح؟ أول فيلم كان فيلم قصير مع الأستاذ تامر محسن مظبوط؟ أه طيب والأستاذ تامر كملي أنا معاك يا حبيبتي كملي والأستاذ تامر محسن قال له مامتي إن هو قال لها يعني إن ريمة لازم تكمل في التمثيل ولازم تمثل الله 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 تامر محسن قال كده مرة واحدة؟ يابغتك وقال لها ما كاتب بقى وما كان هو كده وروحنا بالling principalmente واتقابلت الحمد لله أيوا فعملت حاجة وبعدين ده أنا رائح حاجة فابتليت بقى في مجال التمثيل وخلاص بقى خدتي قارت بقي ممثلة أم لا لسه؟ لا أخدت قرار أنا مفسوطة مفسوطة الحمد لله وهتفضلي بقى ممثلة حد ما تكبري؟ ولا بتفكري في حاجة تانية لما اكبر هتقرر لما تكبري هتقرري طب وانتي عارفة ان الناس كلها كانت بتتفرج عليكي بقى في الكبير وان الناس مبسوطة وبتتكلم عنك وكده ايوة الحمد للناب انا مبسوطة قوي للناس عجبها الحلقة وان انا كنت كويسة يعني في الكبير وبدأت يتقابلي اصحابك بقى في المدرسة ويقولولك انتي بتمثلي في الكبير ولا لسه اه اه هما بيكلموني كتير بيكلموك يقولولك ايه وفي الشارع وفي الشارع كبير بيكلموني يقولولي احنا شفناك في الكبير وكان مبسوطين بك قوي كده يعني وبيقولك عايزين نتصور سوا اه طبعا احنا احنا اصحاب بقفل نتصور كتير طبعا 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 ده مما لا شك فيه طيب كويس خالص وقليلي بقى يا ريمة انتي قبل يعني قبل ما تقرري انك انتي عايزة تمثلي كانت نفسك تطلعي حاجة تانية تطلعي دكتورة تطلعي مهندسة تطلعي مزيعة ولا بلاش مزيعة دي ما نصحكيش نا كنت لسه صغيرة مش عارفة بس كنت بحب الدروسة قوي فكان لسه تطلع تيتشر كان لسه تطلع مدرسة يعني مدرسة اوكي طيب هاي الخالص والحلقة اللي انا كنت بتفرج عليها مبارح كنت انتي متنمرة جدا يا ريمة خدت بالك من الموضوع ده هو للأسف يعني للأسف طب و ايه مخفتيش لحسن بعدين اصحابك يفتكروكي كده في الحقيقة لا هم عارفيني وانا بعض نعم كتير هم عارفينيك كويس وبيحبوك اوه اوه بيحبوني جدا ورا بحبهمي جدا طيب يا ريمة انا عايز اشكرك جدا ده اولا وبرافو عليكي الدور اللي انتي عملتيه وعايزك تشدي حيلك بقى بس ما تنسيش المذاكرة نعم تنسيش بقولك شدي حيلك في التمثيل زي ما انتي عايزة بس ما ننساش المذاكرة لا طبعا مش نسيها ماشي طيب شكرا جدا 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 ليك يا ريمة وكل سنة وانتي طيبة يا ريمة ريمة قفلت معانا سريع يا ريمة بس يا زي هنا حاضر انا فعلا عجبني المشهد بتاع امبارح عشان كان مشهد لطيف وانساني جدا جدا وعجبني فكرة المسألة بتاعت ان احنا بنعمل مشهد جوه الكبير ما فيهوش حالة وعظ مباشرة بس كمان بيوضح لك مشكلة زي مشاكل التنمر وبيوضح لك ازاي تقدر تتعامل معها بمنتهى النبل اشتركوا في القناة